السلام عليكم وتابعي قناة معلومة فيدك فضلا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله هل تعلم ماذا يحصل لك عند تناول فصم من الثوم على الرقة كل يوم؟ فوائض صحية لا حصر لها يستخدم الثوم في عدد أنواع مختلفة من الطعام وذلك لأنه يعطي للطعام نكهة مميزة ويعتبر الثوم من النباتة العشبية ثنية الحون التي تزرع بمختلف أنحاء العالم ويسمى باسم المنطقة التي زرع بها فنجد الثوم الفرنسي والثوم الصيني والثوم البلدي كما يستفد من الثوم في علاج الكثير من الأمراض الخطيرة مثل الأورام السرطانية الخبيثة والسكرية وأمراض القلب والالتهابات وغير ذلك وسوف تطلعك السطور التالية لهذا الموضوع على فوائد تناول فصم من الثوم يوميا على الريق أولا قيمة الغذائية للثوم يحتوي الثوم على مجموعة من العنصر الغذية الهامة لجسم الإنسان مثل البروتينات والكالسيوم والمعادن والسكريات وبجانب مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين ألف وفيتامين جين وفيتامين أنيسين وجرية العديد من الدراسات الطبية حول الثوم وجميعها أثبتت أنه أكثر كفاءة من المضادات الحيوية الكيميائية لذلك فهو يعمل على علاج الأورام السرطانية الخبيثة والجروح ويعتدل كثير من الناس على استخدامه في كثير من الأغراض العلاجية ثانيا لماذا يفضل تناول الثوم طازجا؟ في الغلبة الجميع تناول الثوم بعد طائح مع الأطعمة الأخرى ولكن ذلك يودي إلى فقد النسبة من العنوطة الغذائية الهمة الموجودة به كما أن تناوله طازجا يرفع مناعة الجسم ومع تزداد مقاومته للأمراض الخضيرة ثالثا فهو يتناول فصل من الثوم على ريق يوميا تعمل عليه يحدى من ارتفاع نسبة الكوريسترول الضار لذلك يحمل من التعرض لأمراض القلب الخطيرة وتصل وشرين ويمنع تراكم الدهون تناول الثوم صباحا يحدى من ارتفاع ضغط الدم يعمل الثوم على علاج أمراض المعدة ويخفف من الالتهابات ويحدى من حدوث قرحة المعدة ويعمل على تقوية جذور المعدة ويعلج الإسهال ويطرد السموم والددان والطفيليات ويمنع الغازات يعتبر الثوم ضد حيوي طبيعي لذلك فإن تناوله صباحا يزيد من مقامة جسم الإنسان وقدرته على مهاجمة الأجسام الغريبة يساعد تناول الثوم على الريق على ضبط وتنشيط الدورة الدموية يسهم تناول الثوم على الريق في تنشيط بعض أجهزة الجسم مثل جهاز الكابد ويخلصه من السموم ويزيد من صحة المثينة يوالج تناول الثوم على الريق لمدة عشرين يوما بانتظام مشكلة تراهل الثادي تناول الثوم على الريق لمدة ستة أشهر متواصلة يزيد من كثافة العظام ويعالج الكسور يحمي تناول الثوم من الثوم يوميا على الريق من الأصابة بالسكري لأنه يعمل على ضبط مستوى الأنسلين بالجسم ويستفاد منه أيضا مرض السكري في الحد من مضاعفاته يعمل الثوم كمطاهر طبيعي للفم والمرية تناول الثوم من الثوم على الريق بانتظام يزيد من نظرة الجلد يعمل تناول الثوم على الريق على زيارة توزن الجسم ويمنع حدوث الغثيان والدوخة والصدع ويحد من ارتفاع درجة حورة الجسم ويقوم بطرد البلغم تناول أربعة تفصوص من الثوم صباحا مع قوب لبن دافئ يزيل التوتر والاكتاب يخلص الفم من التهابات اللثة ملاحظة يستفاد جسم الإنسان من تناول الثوم في جميع الحالات سواء مطهي أو مضافة لطبق السلطة ولكن يحصل الجسم على فدى قصوى إذا تم تناوله على الريق ولمنيق شراحته الكريهة يمكن أن يقوم ببلع الثم مباشرة دون تقطيع أو مضغ وتناول كوب حليب أو كوب ينسون أو أكل حبة من التفاح فور تناوله متابعين الكروم إذن إلى هذا الموضوع لإعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل إشارات القناة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر